السلام عليكم. ان شاء الله ده هيبقى كورسة عن ان انا ازاي اعمل فامليز فوم سكرتش. ودي سفشن تعريفية بس بالكونتنس اللي معنا. احنا اول حاجة هنعرفها ايه هو و ايه انواعها. والتيبس نفسها سواء او 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 بعد كده هنخش على البرامتر و سنعرف ايه انواع البرامتر اللي عندي. اللي بيظهر معايا في اللي بيظهر معايا في و ايه اللي بيظهر في فاملي بس. بعد كده هناخد والريفرنس لاين و ايه الفرقة بينهم امتى استخدم ده امتى استخدم ده و ازاي اعمل ما بينهم. والحاجة القبل الاخيرة ان احنا هنعمل بكل التولز اللي عندي سواء سواء او 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 و اخر حاجة عندي هي الفورمولة ازاي اعمل فورمولة للبرامتر من اول الفورمولة البسيطة لحد ما نوصل نحنا نعمل ايكويشن ب ايف او اند او او اور ان شاء الله دي كنت انسل معنا في الكورس. اشتركوا في القناة